السلام عليكم البنات مرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة وكنتمنى لكم باخير وعلى خير اليوم ان شاء الله قدي نقدم لكم وصفة جديدة ومختلفة كيف العادة نصيب ان شاء الله بغرير معمر بقوا معي باش نشوفو الخطوة عندي هنا يشفيد الكفتة شفية البصلة شفية الفلفلة شفية القزبور والتوابين المعهودة اللي هي السكنشبير والخرقوم والملحة ونزيد الزيت ونشحر هاد المكونات حتي طبن زيان يعني حتي الطبلينا ديك الكفتة مزيان كنا وجدت كذلك لصوص طومات اللي هي اللصوص اللي كان وجده في البيتزا كنا نحكو معطيشا وكندروا لصوص طومات لشوية الملحة شوية الزعتر شوية الزيت وكنشحر قاعد لصوص لصوص طومات بوحدها ولصوص ديال يعني الحشوة كما قلت لكم مذكركم الحشوة كان طيبوها مزيان حتى قطب لين الكفتة مزيان نكونوا وجدنا كذلك البغريرات ديالنا البغريرات هم كل شي كيعرف كيفاش كان وجدوه غير هو كل واحد كيوجد الحجم اللي يبغى يعني القطر اللي يبغى في البغريرات يكون صغير يكون كبير انا هدرت هنا بغريرات متوسطين ما هم صغر بزاف ما هم مكبر سوف غادي ندوز نبدا نعمر هاد البغريرات بحال كيف كان نديرون يعني كان عمروا يعني يعني البيتزا او الخبز المعمر كان حت البغريرات وكان حت فوق منها لصوص ونزيد من فوق منها ديالوحشوة وشو يزيال الفرماج اي فرماج متوفر او بيدون كذلك ان كلكم كذلك تستعملوا هاد الوصفة هذي بيدون فرماج اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة